في صحيح مسلم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده بهذا الدعاء اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه شفاء العليل يقول الشر وأسبابه التي في هذه الدنيا واقعة بماذا؟ بقضاء الله وبقدره فأنت لما تستعيذ بالله جل وعلا ليصرف عنك هذا الشر الذي قدره إنما صرفه عنك بقضاء الله وبقدره فيقول رحمه الله فأنت تستعيذ من قضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره الذنوب ألامها وعكوباتها المضرة للدين وهقع بقضاء الله وبقدره وبإرادته جل وعلا فإذا استعذت بالله عز وجل أن يصرفها عنك لما صرفها عنك صرفها عنك بقضائه وقدره وبإرادته جل وعلا فيقول وهو جل وعلا لعبده من نفسه يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يقول كلاما جميلة يقول المذنبون المذنبون ليس لهم من يلجأون إليه في مغفرة الذنوب إلا الله يقول وتعمل حال أولئك الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك رتب الله جل وعلا توبته عليهم لما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب انتبه وظنوا ماذا؟ أن لا ملجأ من الله أين الملجأ؟ إلى الله يقول فلما ظنوا هذا الظن رتب توبته عليهم جل وعلا فيقول رحمه الله أنت إذا خفت من مخلوق هربت من إلى غيره أما إذا خفت من الله فلا مهرب لك ولا ملجأ إلا إلى الله عز وجل ولذلك يقول رحمه الله تأمل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يعني لا ملجأ لي ولا منجأ لي يا الله منك يا الله إلا إليك يا الله